الحقيقي شرحه بيانه لا يعلمون وانا اقول لك لا يعلم لا عنه لا انت نعلم من هم ما يعلم كبر الشاشة ومرتدى بارك الله فيك كبر الشاشة بس الله اكبر تكبير الله اكبر طيب ايوا هذا كتاب تهذيب الاحكام اولا قال علي بن ابي طالب معصوم قبل خلق ادم يا عمي طب هتلينا حديث طب هتلينا رواية لا 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 صدقنا ابو معاز انا راجل كبير في السن وما بجزب صدقنا انت ابو معاز لا حبيبي هي كتبك تعال كده نشوف تعال نشوف حبيبي انت هيتهذيب الاحكام هي جزء اتنين هي صفحة مية واحد معلش انا غلبان تليفوني على قدي موسى بن جعفر عليه السلام تعال كده بنقوله سمعته يقول بصوت حذين وتغرغر دموعه ربي اني عصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لمنعتني وعصيتك برجلي هاي اخوانا هاي سنة سنة كبرة كبرة ايوه وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني وعصيتك بفرجي بفرجي ولو شئت ولو شئت وعزتك لأقمتني وعصيتك بجميع جوارحي التي انعمت بها علي انت قلت لي يا علي معصوم قبل خلق ادام طرى والله طلع المعصوم ما يعرف بكلامك ده بيقوله وعصيتك بفرجي وبيدي وبكل جوارحي ده واحد اتنين اتنين هاي كتبة كيتعزيب الاحكام اتنين سألتك هتلي حديث واحد يا رجل حديث واحد من كتب الشيعة ان علي تلى القرآن في مكة قبل نزول هذه الاية بس شايف التحدي بتاعي لطيف ازاي شايف التحدي بتاعي جميل ازاي شايفني حلو معاك ازاي طيب ده نمرة اتنين نمرة ثلاثة انت قلت انت قلت قدام الناس كلها وما تقدرش تنكر قلت لما قلتلك فلا تكوفي مريات منه اي في شك منه انت قلتلي الكلام ده ليه وليك ولسا ده المشاهدين اللي معنا اللي موجودين يعني ليست مخصصة في علي بن ابي طالب هذا الكلام انت قلته مش محتاج لنحلف الناس كلها كانت معنا وسامعك ثلاثة تحديتك قلتلك هات لعالم واحد سني قال ان التأويل بمعنى الحقيقة فقط يا رجل قلتلك التحدي ده معك من هنا الى يوم القيامة جبتلك الاية وقلتلك اللي قالوا ان الجملة استئنافية قالوا هنا التأويل على الحقيقة واللي قالوا انها مش استئنافية وان الو هو هو عطف اخذوا بان التأويل معناه التفسير ما سمعتك رديت والله ما سمعتك يمكن انا كانت داني فيها حاجات واللي يمكن انا مش معرف اغسل داني زي ما انت قلت ما بتعرفش تغسل اعضائك التناسلية يعني كنت ركزت معايا الله يرضى عليك ركز في كلامي ركز انا احب الاجابات تكون مختصرة عرضت عليك قدام الناس عايز خلاص انت ما عندك رد على كلامي مش هتقدر ترد على تحدياتي عايز ننقل الكلام لمناظرة دلوقتي في العصمى اتفضل بس يقول قول ابو معاز انا بدي انظرك دلوقتي في العصمى وانا لك علي انا جاهز قسم بالله لو عايز تناظر في اللي اتل الحاوي انا معك بس يرد علي حاجة هتلي واحد من علماء السنة قال ان التأويل ليس معناه الا التأويل على الحقيقة حتى اللي قالوا التأويل على الحقيقة انا قلت لك يا رجل قالوا ان التأويل على الحقيقة في الأمور المثبتة اللي لا أنا ولا أنت ولا أدخن تخين على وجه الأرض يقدر أنه ينكرها زي لما يبقى الكلام عن الله أو عن رسول الله جبت لك آية محمد رسول الله هنا التأويل على الحقيقة لأنها محكمة لأنها ظاهرة لأنها واضحة ما يقدر أنا وأنت نتكلم فيها محمد رسول الله هي دية هي دي لنا أصدى وهي دية اللي يفهم منها التأويل على الحقيقة لما بتتكلم عن الله لما تقول هو الله الذي لا إله إلا هو لما تقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم أنت تتكلم عن الله يا رجل إن التقول على الحقيقة نعم لكن في الآية اللي أنت وبعمر عدت ساعة تتحور فيها يا رجل الطبري ذكر 3000 تفسير ولو روحت عند القرطب حتلا فيه 3000 تفسير انت سبت كل حاجة ومسكت في حديث واحد منكر منكر حتى تفسير الطبطبائي اللي قبولك أبو عمر أقسم بالله تعالى قبلك منه بس يا رب بالوقت يسعفني خلاصوا الوقت أبو معاد طيب أجيبها في المدخلة الجاية ما عندي إشكال اللهم أصلي على محمد وعلي محمد أولا جاب دعاء وقال بالتعريب الأحكام في الجزء الثاني هذا يرمي ما موجود في الصفحة 101 فيا حبنا لو تذكرنا الباب أو حتى نقرأ مع أن الدعاء ما بيفد مشكلة الدعاء ما بيفد مشكلة ليش مالعباس السطل طضى أنزل وتطلع لهم حدي ثلاثة ساعد أبو ياسين مثلا اللهم أصلي لا ما محتاج ليش خليته يتكلم ليش خليته يتكلم ما قاطعك الرجل ما قاطعك مداخلة أبو ياسين إذا أبو ياسين مش قد الحوار قوله عادي ما عندي إشكال أنا نظر دلوقتي أسنع أنا راح بابا أنت فهم علم حتى نناظرونك اثنيا أنا راح أنزل حبيبي أنت أصلاً ما تفتهم قسم من بلا هل بتعرف هل بتشوف لعد رسول الله عندما يعلم الناس الحديث الحديث أو كيف يشتغفرون يعني هم معصوم انزل بس دقيقة دقيقة أنزل لن أقبل إما الحوار معك أو معه ياسين أو أنتو الاثنين تردوا علي أنا أخذ مداخلة أو أنتو الاثنين تردوا علي ما عندي إشكال والله وانت فهم علم حبيبي يا مرتضى إحنا في مناظرة يا مرتضى إحنا في مناظرة يا مرتضى مرتضى يعلم يعلم الناس لا لا مداخلة خلاص أنا أقبل خلاص خلاص أنا أقبل دلوقتي قدام الناس مداخلة الوحدي وانت وابو ياسين أسموا المداخلة عليك أنتو الاثنين يلا أسموا على بعض المداخلة لا 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 أسمي لا لا أسمي أبو معاد لا لا خليك أنتو الاثنين أسم الخمس داي أنت اتنين ونص يعني رسول الله وانا الوحيد عندما كان يستغفر الله أو يعلم الناس كيف يستغفرون الله يعني مذنب بلالام رسول الله ما قال مرة واحدة في حياته عصيتك بفرجي ما قال عصيتك بفرجي أدي للوقت أدي للوقت اللهم صلي على محمد هو آل محمد فالأخ ما يفتهم أساساً معنى كلمة تأويل هذه اللغة لغة معنى كلمة تأويل يا أخوات هذا اللي جبتوا يحاور روحوا تساعدوا وكتبوا له في القوغل معنى كلمة تأويل يطلع على المعنى الحقيقي بيان التفسير بيان الكلام هذا اللغة هالشكل تقول يعني الدوري دا أقول مثلاً كلمة سرحان لازم أروح أشوف قول العلماء هو سرحان هذا سرحان أخذ النحشة والشرح اسم الأسماء الدين يعني يعني مشكلة لغة هي لغة معنى كلمة تأويل معناها بيان معناه ذلك هذي هذي اللي موجودة يقول أتحداك أتحداك قال علماء السنة على الحقيقة فقط إيه مهمة قالوا معنى تفسير بيان الكلام هذا اللي قالوا العلماء وتفسير بيان الكلام معناه حقيقة معنى الكلام والله سبحانه وتعالى ه unified بيان وجات واضحات جليات مفصلات في صدورهم بل هوا آيات بيان الله يقول ليس أنا أني أني وين في صدور الذين أوت العلم هؤلاء الذين آتاهم العلم الله سبحانه وتعالى جعل الآيات بينات واضحات جليات ومفصلات في صدور لا كيف تقولينك إمام علي وانت رسمت صورة الإسلام حرم ذال مولي قصر أثناء الصلاة مولي العب بعض والذكري أثناء الصلاة لا هؤلاء الله سبحانه وتعالى آتاهم العلم أما تأتيني بالدعاء فصيغة الدعاء واضحة مرة أستذغر عملي مقابل الله سبحانه وتعالى ومرة أخرى أكلم غيري لتعليم غيري سؤال رسول الله كيف نصلي عليك كيف نسلم عليك فيعلمهم هذا الشيء وأيضا يعلمهم الدعاء فبالتالي أنت رحت مباشرة للطعن بعلي بن أبي طالب وفي الأنبياء والرسل مقابل اقتغرت حسكة النفاق في الصحابة لماذا؟ لأن كلهم عدة معصومين لكن النبي قال البيت لا هؤلاء معصومين انتهت النقطة نقطر على السطر لماذا؟ هؤلاء صحابة زنوا؟ إيه زنوا؟ لا تبعضهم ببعض؟ إيه لا تبعضهم ببعض؟ قتل بعضهم ببعض؟ إيه قتل بس عدول شلون ما أدريك لديهم جبال من الحصنات تذب فيه السياحة ما يصير تتكلم عليهم هذولا خط أحمر انتهت يا أمي أي دين هذا اللي تتكلم فيه أنت أي دين لا لغة تعرف ولا 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 يعني هذا الواقع اللي جاي أنت تعيش حينما تقف بالضد من رسول الله صلى الله عليه وآله وبالضد من أهل البيت من أجل الطعم بهم لكن يما الصحابة دولة عدول والعدول معناها عدم ارتكاب كبار عدم الدوم على الصغار لا توجد خصة في القول أو الفعل كما قال ابن حجر في فتح الباري في شرح سائع البخاري في الجزء الخامس فيروح أتعلمه وأنتو تعلموا اللغة ما لكم أتحدى أبو ياسين اقعدوا بالصباح وسوي أتحدى 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 هالشكل وقابلوا اللي براية أي تحدى أنت اللغة ما جاي تعرفها لغة لغة تقول لي أتحدى يجيب لكلام العلم معامة هي لغة هالشكل اللغة معناها التأويل معناها المعنى الحقيقي للكلام بيان معنى الكلام تفسير معنى الكلام هذا في اللغة تيجي تخطلي في آيات تيجي تخطلي في عقيدة هتعن بالعصمة مكيف يعني التفرحان قوي تتعن في العصمة زي انتعنت بالعصمة لنفرط تتعنت بالعصمة بالمقابل شن هو بالمقابل شن هو يلا تفضل قطينا معنى العصمة لغة واصطلاحة كبر الشاشة كبر الشاشة كبر الشاشة انا حاسمع الكلام واروح اتعلم فاروح تسألت الشيعة قلت لهم الله انا قاعد بناظر واحد اسمه ابو ياسين يا شباب قاعد بيقول لي ان التأويل معنى الحقيقة فقط الرجل ده كلامه صح تعال شوف بقى قالولي ده موقع ويكي شيعة شيعي سألتهم عن التأويل تعال كده شوف قالولي ايه في التأويل تعال 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 ما عاربش واضحة عندكم يا شباب ولا لا اه اه قال ان التأويل ليه اربع حاجات الله اجمر ده طلع مش اتنين بس طلع عند الشيعة اربعة اربعة سواء ننكبر الشاشة اربعة يا رب تبقى واضحة بص 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 انا رح تتعلمه بس مشكلتك ان انت اللي ما تعلمت منهم من قال منهم من قال ان التأويل هو التفسير تفسير الكلام وبيانه معناه سواء وافق ظاهره ظاهره او خالفه فيكون التأويل والتفسير التأويل والتفسير التأويل والتفسير اتنين مش واحد على هذا مترادفين يا سيدي ماشي بس انا ابو ياسين قال لي معناها معنى واحد قال لك يا عمي ما تردش عليه تعال اقرأ نمرة اتنين نمرة اتنين تعالوا نقرأ نمرة اتنين هاتوا موقع ويكي شيعة يا شباب الشيعي نمرة اتنين ومنهم من قال ان التأويل هو ارجاع الكلام وصرفه عن معناه الظاهري اوبا ده احنا دخلنا هنا كده في معنى الكلام وصرفه عن معناه الظاهري يعني مش حقيقي الى معنى اخفى منه اخفى منه وين الحقيقة اذا قفى في النص شيء يا رجل يا رجل انت تكذب الله منه ايات محكمات هن ام الكتاب ومنه اخر متشابهات الى معنى اخفي منه وتأول وتأول فلان الاية اي نظر الى ما يقول معناه اخذ بالظاهر اخذ بالظاهر وين ان التأويل على الحقيقة يا سيد ابو ياسين سألت الشيعة عشان اتعلم منهم قالوا لي يا ابو معز انت متعلم واهلك صرفين عليك هات ابو ياسين يتعلم نمرة ثلاثة تعالى نقرأ نمرة ثلاثة ومنهم من قال ان التأويل هو رد احد المحتملين اوبا ده طلع في احتمالات اذا كان على الحقيقة زي ما انت قلت كيف يكون في احتمالات والله الشيعة قالولي احد المحق الى ما يطابق الظاهر يعني تفسير بترجيح شيء على شيء الى ما يطابق الظاهر حبيب انت حبيب انت ابو ياسين حبيبي الف بوسة لعيونك قلت لهم كفاية انا كنت بقول لابو ياسين اتنين باسألولي يا عمي اصبر ده هم اربعة مش اتنين يلا نمرة اربعة ومنهم من قال انه ليس من قبيل المعاني المرادة بالنفذ بل الامر العيني الذي يعتمد عليه الكلام يعني فيه تفسير كمان بالنظر الى المغزى وليس الى الالفذ ليس الى الالفذ هاي دينك الشيع اللي بقول هاي روح تتعلم زي ما انت قلت لقيتك ان انت تسربت وهربت من المدرسة وما اكملت تعليمك عند الشيعة طلع عندهم اربع اربع معاني مختلفة للتأويل اربعة وانا كنت بقول لك اتنين طلع عندك اربعة يا رجل اربعة انت راجل كبير في السن وانا خاف على صحتك ما راح اطول في النقطة دي سكر تعارف طيب نمرة اتنين تحديتك تجيب لي رواية ان علي قرأ القرآن قبل نزول هذه الاية المكية اللي انت وبعمر اختلفتوا عليها متسمع لك صوت لحد دلوقت ده نمرة اتنين نمرة تلاتة قلتلك انت عايزنا تحداك بتحب Dell يتحداك هتلي عالم سن واحد قال ان الصحابة معصومين عصمة مطلقة المعصومين عند حضرتك هتلي واحد قال ان ابو بكر معصوم عصمة مطلقة اتحداك يا رجل ابقى شيعي دلوقتي قدام الناس هتلي عالم سني قال ان ابو بكر الصديق معصوم عصمة مطلقة ما تجيش ترمي بلاءك علينا يا رجل انت اللي بتقول عندك قالي البيت معصومين احنا ما بنقول لك يا رجل انا انا ابو معاز لا اقرر اصلا ان علي بن عبي طالب معصوم عصمة مطلقة جاي تقول لي ابو بكر معصوم عصمة مطلقة هو والصحابة ده نمرى ثلاثة نمرى اربعة سمعتك بتقول فلان يلوت بالتاني انصحك بلاش تخش معايا في الحتة دي طرى انا عندي رواية في مسألة ان فلان لا طب فلان مش هتبقى لطيفة عالصبح فاحذر مني في الحتة دي اربعة انت قلت لما قلنا لك فلا تكو في مريت منه معقولة خمسة يا مرتودة الخمسة خلاص وقتك الجمهور يشاهد خلاص انا مصدق عندي كلام كتير خلاص مش على مفلي على محمد والمحمد جبت اربعة معاني كلها تاتي بمعنى واحد ان المعنى الحقيقي وين ظاهر الكلام شيء حقيقته شيء اخر كلها تشير الى معنى الحقيقة اين قال في التعاريف الاربعة في الاقوال الاربعة ان ذلك لا يعني به الحقيقة ما تتقرأ ولا تفهم ما تقرأ هيها مشكلتك تقرأ ولا تفهم ما تقرأ هذا النقطة الاولى يعني شلو مثلا عندك تجيب رواية مثلا رواية هيت المخنف على سبيل المثال او رواية استغفر الله ربي واتب الله نعيفة نعيفة اي يقول انت حداك علي بن ابي طالب جبت له يقول صليتوا قبل القوم يعني اسلم وصلى قبلهم سبعة سنين وهم بعدهم يصنعون صلم من تمر كما قال عمر بن الخطاب في صحيح مسلم وياكله وعلي بن ابي طالب يصلي شلون كان يصلي يصلي باسم الاب والابن واروح القديس من رواية ذكرتها اليك ذكرتها من زمان هذا حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب الله ما صلي على محمد وعالو محمد زين انا اشوف ان الموضوع جاي يتحول لمسألة اشبه بالتهريج مو الى الحوار الاني يعني يجيب مثلا هو يروح وقت واتيت لك بعربعة التعاريف ايه مو هي التعاريف كلها كلك الحقيقة حتى وان كان ظاهر واحد من قبل حتى وان كان ظاهر الكلام شي حقيقته شي اخر غير تفهم غير تفهم مقاصد الكلام اللي تقرأ لو انتهت شي يعني تقرأ وما تفهم يعني مو مشكلتين انه تقرأ وما تفهم ومو مشكلتي الوهابية يستمعون وما يفهمون هذا مو مشكلتي هذي هذي مشكلتك انت هذي مشكلتك انت مو مشكلتي فاني مالي علاقة بيها ما اعرف بعد اذا تريد انت اختار موضوع مثلا اتحاور بي اختارها تجيب الموضوع وحدد النقطة مالته واستمر انا ما عدي مشكلة اتنظر وياك منها لحد الفطور فاتفضل اختار الموضوع اللي تيدها سيد مرتبة لانه الموضوع لا بدي ارد عليك الاول خلص صبر قول لي خلصت بس قول لي خلصت صبر بعدني بوقتي لك قاتل سيد مرتبة انت قلتني تفضل طيب ماشا سيد سيد مرتبة هاي اسميك نعم 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 اخويا نعم اي الموضوع يذهب يمينا ويا سارة حدد موضوع واحد ويا الاسر واني ما عدي مشكلة عدالة ارد علي انت قلتو في عدالة الصحابة لا ارد عليها هاي الول اول طيب واحد لا استد breakfast لا ارد عليها هاي الوحبيبي دا هو وقع في الفخ ايه دا حبيبي ما ادخلك انت بت ارد عليه بت ارد عليه اسمه بس اسمه اسمه نعم ايوه ارد اذا انت موافق عليه لا تقاطع بقا لا تقاطع لا تقاطع هو انهاي الكلام لا تقاطعها مرتدى بدي اخد مدخلية ب pinpoint بدي اخد مدخلية ترد عليه الله اكبر الراجل ده طعن في النبي محمد بده رد عليه تحديته قدامك ويجيب لي رواية إن علي بن أبي طالب قرأ القرآن الكريم قبل نزول هذه الآية المكية هو نسي إن كانت الدعوة السرية لمدة ثلاث سنين أعدها له بس أنا استغربت ليته بيقول قدام الناس كلها علي بن أبي طالب صلى بالناس أو صلى طبعا كان يقرأ القرآن أيوة هو من اللي كان بيصلي بالتاني النبي محمد كان بيصلي بالنبي طالب ولا علي بن أبي طالب اللي كان بيصلي بالنبي محمد إذا قلت النبي محمد اللي كان بيصلي بالناس إذن النبي محمد هو اللي كان بيتلو هو اللي كان شاهد هو اللي كان الناس سمعينه ما كانوا سمعين علي بن أبي طالب هاتلي حديث إن علي صلى بالنبي في السبع سنين اللي انت قلت عليها دي ده أول واحد راح منك اتنين اتنين أنا رحت للمكتبة الشيعية تاني قلت له ما الله أبو ياسين قال لي يا أبو معاز أنت بجيب لي أربع حاجات وهم كلهم حاجة واحدة يا أخوانا أنتوا يعني أنتوا على مفضية قاعدين تكتبوا واحد اتنين تلاتة أربعة وهم كلهم واحد قالوا لي أنت بتتكلم جد قلت له ما قالوا لي أنت تعالى كده شوف معنى التأويل لغة عندنا تعالى كده أبو معاز شوف لنا معنى التأويل لغة عندنا أبو معاز قال لك إيه قال لك يعد جميع فقهاء اللغة أن لفظ التأويل هي من الجزر اللغوي أول فالتأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل ومنه المؤول للموضع الذي يرجع إليه وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علما كان أو فعلا أي تفسير الكلام الذي تختلف معانيه يا رجل استنم أيوة تختلف معانيه اضرب يخوانا تسألنا الشاشة تظهر تختلف معانيه يخوانا واضحة لو مش واضحة عندكم سواني بس أنا ما عرفش أكبر على الشاشة تختلف معانيه إذا كان النص على حقيقته كيف اختلفت معاني أيوة 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 إيه إجابة علي بن أبي طالب كان بيصلي أبي سنين عايزك تطلع علي من كتبك متى فردت الصلاة أنت بتقول لي قبل سبع سنين طلع علي من كتبك علي بن أبي طالب كان بيصلي على أي صلاة هل الصلاة فردت قبل سبع سنين من الهجرة خلصت الرجل لا قبل سنة لا لسه لسه اتنين لما جبت لك التعريفات دي كل تعريف منهم يختلف عن التاني كيف انت جعلتهم تعريف واحد طبعا الكلام ده عند الشيع عند السنة أنا طبعا جودت تحديتك تحديتك في الآية اللي هي فأما الذين في قلوبهم زيغ قلت لك الناس اللي وقفت وجعلتها جملة استئنافية قالوا اللي انت قلته واللي جعلوا الوهنة وعاطفة وليست استئنافية قالوا لا انت قلبي ما في الامامة يلا 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 منظرة في الامامة يلا يلا منظرة في الامامة تفضل اسمعني اسمعني نتكلم ساعة في عدالة الصحابة حبيلا انظرك الاول في موضوع من التلاتة اسمع الامامة الامامة لا 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 انت هربت من علي الاميري في عدالة الصحابة خلاص انا الطبع اللي علي تف فيه ما اكل منه تاني اسمع اما الامامة واما العصمة واما التوحيد علي أميري عمرة ما صمت أمامي خليها في بالك إنت غربت منه ما إحنا كلنا عمزدين إنت غربت منه فأييي أنا غربت مو إجربة طيب دلوقتي قبل قبلي بقى من تقتل له أي موضوع تاني قول لي متى فردت الصلاة متى فردت الصلاة تفضل أبو معاد أبو معاد أنت ما تفرض يحب يا حبيبي أنا بديو جايبي يا عمي أنا مش مناظره أنا مش مناظره خلاص قول لي متى فردت الصلاة يلا بس تفضل. متى فردت الصلاة? يا عمي انا انا اسمع اسمع انا خلاص بنظرك فيها بكرة. ما عنديش اشكال. قل لي بس دلوقتي متى فردت الصلاة? تفضل. انت اختارت ثلاث مواضيع. يا عمي انا ما عاش عايز انا نظره خلاص. خلاص يا عمي انا الراجل شفته مستوى. يا مرتضى. انا شفته مستوى الراجل اقل مني. ما بدا نظره بس يخلص. قل لي متى فردت الصلاة? متى فردت الصلاة? متى فردت الصلاة? قاوب لا تهرب. متى فردت الصلاة? اغلق الماء. خلونا نجاوب. يا الله تفضل. السلام عليكم ابو معاد. ابو معاد بسورة هود. شون الله يقول بسورة هود هي مكية ويقول له اقم الصلاة. يقول لرسول الله اقم الصلاة طرفي النهار وزلفاء من الليل. هابلالام? لذلك حدة قلت اللك ان الصلاة فرضت في المدينة berbalalam. DAN انت قلت zaقم الصلاة في المدينة الله اكبر. اسمعني حبيبي. اللي بعد. انت قلت اخر سنة انت قلت اخر سنة من البعث فرضة صلاة صح لو مصح? شكرا